عشان عندنا كلام كتير تعالوا الأول بس نبدأ بالأهل نيوز روم ونشوف أخبار الأهل ايه النهاردة طبعا كان فيه اهتمام كبير جدا من كل الصحف سواء الصحف السعودية طبعا استضافة الحدث المهم او حتى الصحف العالمية بتقطيط أخبار المباراة ونتيجة طبعا المباراة النهائية وانت تتويجي الأهل بالبطولة حضور جوزي موريني وانت كان مفاجئة لكل الناس الحقيقة اللي كانت في الملعب او اللي كانت بتتسرجع المباراة من خلف الشاشات رونالدو نازاريو الصورة البرازيل تاتي نجم روم ونجم إيطاليا حضورهم ودخولهم الملعب بتيشيرتات الفرقتين كان يعني مصار اهتمام السوشال ميديا تعالوا نشوف كده ناخدكم في جولة ونشوف ايه التعليقات وازاي بصت الصحف العالمية وبمواقع التواصل الاجتماعي على الحدث هبدأ معاكم بماركة الإسبانية كيبي تانبان مورينيو رونالدو يتاتي بريزنتاندو لفينالد الكوبة دي خيبتو يعني طبعا ولقطت طبعا دخول جوزي مورينيو ملعب المباراة هو شايل كاس مصر ودخول رونالدو نازاريو اللي وزنه كنزات طبعا بشكل كبير جدا لكن طبعا لابس تيشيرت نادي الأهلي تطي على الناحية التانية اللي ملبس زي ما قالت بمواقع السوشيال ميديا وتعليكة اللي ملبس في حياته تيشيرت غير تيشيرت روما النهاردة داخل بتيشيرت الزمالك التقديم حلوة جدا بتعكس قيمة ناديين كبار جدا على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى إفريقيا الأهلي والزمالك وطبعا بولا برضو الإسبانية كلمة على حضور مورينيو وتقديمه لكاس أو صحيفة برتغالية بولا كلمة على أنه دخول جوزي مورينيو حاملا الكاس بجوار توتي ورونالدو وحضورهم في المملكة العربية السعودية فوتبول إيطاليا كلمة طبعا أنه ثلاثة كانوا من النجوم السابقين في الدوري الإيطالي سواء رونالدو للعب للإنتر، توتي نجم روما، جوزي مورينيو مدرب الإنتر وروما بعد كده ثلاثة من أكبر نجوم الدوري الإيطالي بيقودوا مسيرة كاس مصر في المباراة النهائية طبعا ده كان تعليق من فوتبول إيطاليا وأيضا قرياري دل سبورت الإيطالية كلمت طبعا أن توتي ومورينيو بيقدموا مفاجأة في نهاية بطولة كاس مصر وبزيارتهم طبعا للسعودية كابتن روما السابق طبعا والسبيشل وان اللي هو جوزي مورينيو كانوا موجودين في المملكة العربية السعودية عشان يظهروا على همش بطولة كاس مصر أو نهاية كاس مصر عندنا توتي ميركاتو قالت أن توتي ومورينيو ورونالدو أيضا في نهاية كاس مصر وكلمت طبعا أن حضور النجوم كان محط أنظار العالم كله طبعا ومشاركتهم في الحدث ده كان محل اهتمام كبير جدا على كل المستوات بعد كده بولا أيضا تاني جوزي مورينيو بيصاحب توتي ورونالدو نازاريو في المملكة العربية السعودية واللقطة الشهيرة طبعا دخولهم ملعب المباراة ملعب الأول بارك مورينيو حامل كاس مصر ورونالدو نازاريو وتوتي نجمي الكرة البرازيلية والإيطالية معاه وسلموا طبعا كانوا يعني في استقبالهم الفرقتين وسلموا على الفرقتين عندنا كالتش وميركاتو أيضا بتكلم على نفس اللقطة وبتأكد على حضور النجوم الثلاثة طبعا في مشهد يمكن كان مفاجأة لكل الناس جوه الملعب وخارج الملعب المباراة على يعني بكل تفاصيلها من أول التنظيم حفاوة الاستقبال طبعا بنشكر مرة تانية بأكد الحقيقة على شوك الكبير جدا لأشقاء في المملكة العربية السعودية والشعب السعودي على كل مستوية مش بس بنتكلم عن المستوى الرسمي حتى على المستوى الشعبي كان في حفاوة كبيرة جدا باستقبال المصنين طبعا دي الصحف العربية بنتكلم عن الشرق الأوسط طبعا كانت أنباء الشرق الأوسط تتكلمت على موسم الرياض وقالت أنه على هامش موسم الرياض كأس مصر أهلوية بثنائية عشور وأفشة قال الشيخ طيب قال الشيخ توج الأحمر باللقب أو توج الأحمر باللقب وص حضور تاريخي في الأول بارك نروح لصحيفة الرياضة في كل بلد الأهلي البطل وده طبعا لتعودنا عليه من نادي الأهلي وطبعا تسلم دماطي عدو مجلس الدارة ورئيس باعث نادي الأهلي لدارة عموسم الرياض بالأضافة طبعا للسلام طبعا هم بكلم دي صفحة رئيسية أو الغلاف الرئيسي للجريدة وصورة طبعا للأبطال كهرباء وإحسين الشحات وهم بيرفعوا كاس مصر واحد من أغلى الألقاب صحيح بطولة الكاس يمكن دايما بالنسبة للجمهور يعني بالنسبة للنادي بالتأكيد أي بطولة أهلي يلعبها في منطقة الأهمية وليها قدر عظيم جدا من الاهتمام لكن بالنسبة للجمهور بشوف أن بطولة الكاس على رغم أنها قادمة بطولة في مصر بس من حيث الأولوية لا يمكن بتيجي بعد الدوري وبعد دوري الأبطال وبعد كمان حتى كاس العالم لكن البطولة دي بالذات كانت مميزة قوي وأشوف أنها ما تقلش كمان أهمية عن بطولة الدوري الأبطال أو عن بطولة الدوري اللي بيحقق النادي الأهلي لأسباب كتير جدا ليها علاقة بالتوقيت ليها علاقة بصنع البطولة ليها علاقة بالتوقيت والظروف ليها علاقة باستضافة المملكة لها وده نتكلم فيه النهار ده النهار طبعا رياضة الأهلي يصعق الزمالك بثنائية ويتوج بكأس مصر وما كتبتش طبعا عن القضية الثانية اللي كانت مصار حديث جماهير نادي الأهلي كله البيان الإماراتية بتتكلم طبعا للمرة 39 في تاريخها الأهلي يتوج بكأس مصر بفوزه على الزمالك بثنائية في الوقت القاتل الصريح التونسية تكلمت عن صورة اليوم علي معلول مع جوزي مورينيو علي معلول طبعا نجم تونس الخضرة ونجم النادي الأهلي ابن من أبناء النادي الأهلي واحد من نجوم الأهلي في السنوات الأخيرة حقيقة إنجازات كبيرة جدا أنا بتهالي أنه معلول خلاص يعني اسم من الأسماء التي لن تنسى داخل قلع الحمراء طبعا وحوار كده ولقته مع جوزي مورينيو طبعا أثناء وجوده في الملعب المنتخب المغربية أكدت على أنه أول لقب لريدا سليم مع النادي الأهلي طبعا حضور ريدا سليم في البطولة ومشاركته طبعا مع الأهلي ولقطة بيحمل فيها كاس مصر لكن هي مش أول لقب لريدا لأنه أعتقد لقب السوبر المصري يحسب أيضا لريدا سليم وبرونزاية كاس العالم أيضا تحسب لريدا سليم فبالتالي هو مش أول إنجازات ريدا يمكن تكون أول إنجازات عمر كمال عبدالواحد أول إنجازات زنفولي أول إنجازات وسام علي صحيح ما كانش مقاعد في قايمة المباراة لكن في النهاية حتى لو ما كانوش شاركوا هم بالتأكيد تحسبت ليهم بطولة مع نادي الأهلي وده دي ضريبة أي حد بيلبس تيشت نادي الأهلي لازم مش ممكن تعدي عليك تيشت بدون ما تاخد أو تفوز بلقب من الألقاب